السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعين الحلوين ازايكم عاملين ايه يا رب تكونوا بخير يلا بقى زي ما انتو شايفين كده هنعمل النار ده عيش بالأحمة وعيش بسجق وعيش بالبسترمة هنعمل كده تشكيلة حلوة قوي بس العيش بالعجين مش هنعمله باللورة بالعيش المستوي لأ هنعمل عجينة كده سهلة وبسيطة بس تابعوا معي الفيديو الاخرى متنسونيش بلايك واشتراك للقناة ويلا بقى اي نصلي على رسولنا الكريم ونقول الله وما صلي وسلم وبرك عليك يا حبيبي يا رسول الله وندخل على الطريقة زي ما انتو شايفين كده انا حطيت كيلو دقيق حطيت عليهم بقى كيس كامل من الخميرة وحطيت معلقتين سكر وحطيت معلقة صغيرة من البكنج بودر ومعلقتين لبن بودرة وهحط رشة ملح تمام هي دي رشة الملح هاخد بقى كل المكونات الجفة دي كلها حضربها مع بعض في العجين كده يبقى انا حطيت العجينة بتاعتي دي سهلة جدا ما فيهاش اي حاجة ولا فيها زبادي ولا فيها بيد ولا فيها اي حاجة هو كل الاضافة مع علاقتين لبن بودرة مع الخميرة والبكنج بودر والملح والسكر وبعجن بمية دافية بس طيب الكيلو دي حياخد معي ومية قد ايه حياخد من كبايتين لكبايتين ونص تمام يعني حبدأ بقى حط المية بالتدريج كده لغاية لما شوف العجينة حتحتاج مني قد ايه او دقيق دوت نوء حياخد مني مية كتير ولا مش هياخد مية كتير فاعملني ما تنزليش يعني بالمية مرة واحدة زي ما انا بعمل بالضبط كده طبعا ما عندكيش عجان ما توقفيش نفسك في بولا كده او اي حاجة وعجيني بقى ايه برحتك خالص يعني العجين دوت على فكرة انا بحب عجين بايدي اصلا يعني هو اه بياخد وقت وبياخد مجهود بس بيطلع اللي ان شاء الله بيطلع زي الفل زي ما انتو شايفين بقى تعالوا انا شوف التركة اللي هتغير بقى اللقمة بتاعتنا من اللقمة عادية خالص للقمة طعمها حلو معلقة السمنة اللي انا حطتها دي انا حطت معلقة سمنة بلزي بس وحطت يعني هنقول مثلا ايه معلقة صغيرة من الزيت هنقول معلقة صغيرة من الزيت بس عشان تديني لمعة في العجينة لكن انا لميت بقى العجينة بعدا ما تعجنت حوالي سبع دقايق في العجين بمعلقة من السمنة البلزي طب ودت طعم العيش لحتة تانية خالص تمام طبعا احنا بنعمل العيش دوت في الفرن يعني الاسكندرية في بنزلوا بقى الفرن بيعملوه عارفين طبعا عايز اقول لك انت بعد كده بالطريقة دي مش هتضطر توحي تعمليه في فرن خالص اللي هو العيش باللحمة هتعمليه في بيتك ومش هيخل ولا وقت ولا تعب ولا اي حاجة وطعمه ايحصل ايطلع احسن من طعم العجينة بتاعت برا واوفر بكثير كمان تعالوا هنا بقى نشوف احنا هنعمل ايه احنا بقى نبدأ سبت بقى العجينة جنبيه تتخمر زي ما هي في بولت العجين غطيتها بس ونبدأ بقى نعمل الحشوة حشوة ايه بقى الحشوة بتاعت اللحمة جبت بقى كمية من البصل كده فرمتهم وبعدين بعد اما فرمتهم كويس ناعم قوي قمت جايبة كمان جزرية وجبت فلفل اه فلفل اخضر وبرده دربتهم في الكب وجبت مكعب ليه صغير خالص وفرمتهم برده في الكب كل الحاجات دي فرمتها وقطعت عليها حزمة بقدونس وكزبرة تمام وبعدين نزلت بقى بالنص كيلو اللحمة طب النص كيلو اللحمة اخد قد ايه بسع اللي حنقول مسلا اربع بصلات لان لما بيتفرن من ناعم مش بيباني يعني فاهميني مع شوية بقى فلفل مفرومين ناعم والجزرية دي قدت طعم اللحمة حاجة تحفة يعني خليتها كده فيها ايه فيها مسكرة كده لان ايه الجزرية صغيرة خالص طبعا فيها ق اطفال يعني والخضرة بتاعتي طب تواب لي ملح وفلفل اسود وشوية بابريك وعجنت بقى كله مع بعضه مع مكعب اللية اللي انا فرمته مقطع مكعب اللية دوت رحمة يعني مش عارفة ما تصورش ليه بس فرمته مع البصل بيخلي بقى طعم اللحمة من جوة تحفة وعجنته بقى كويس قوي وسبته بقى شوية على الجنب بالغاية لما اعمل بقيت الحشويت انا هنا بقطع طماطم وفلفل ححط عليهم بقى شوية ملح وشوية فلفل وشوية بابريك اعتب الخضر بتاعي ليه بقى ده دوت علشان السجوء وعشان البسترمة عشان الاتنين تمام انا حقسم الخضر ده بالنص طبعا عندك فلفل الوان حابة حطي 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 حاندك زتون برضو حابة حطي حطي بس انا ما بفضلش الزتون في البسترمة لانه بيحدقها يعني فاهميني كده خلاص خلصت كل الحشوات اللي انا هعملها تعالوا بقى نبدأ نجهز الصجرات انا بقى جبت صجرات كده وهحط فيها ايه ورق زبدة طبع انت مش عايزة تحطي ورق زبدة انا بفضل في العيش باللحمة اللي طيعم بتعملي في الفرن تحطي ورق زبدة بس يكون نوعه كويس ما بيلزقش في العيش اهم حاجة عشان ما يلزقش منك لكن لو انت ما عندكش ورق زبدة حطي زيت ما تحطي السمنة بس تحطي بقى كمية كويسة زيت عشان ما يلزقش منك في الصج من تحت تمام هنا بقى شايفين بقى العجينة وجمالها نبدأ بقى ايه نزلنيها هو في صنية عليها رشة زيء نبدأ بقى زي ما انتوا شايفين جدا نقطعها بقى ايه الحجم اللي انت تفضلي يعني انا بفضل الحجم اللي هو الوسط دوت ولا كبير قوي ولا صغير قوي زي ما انتوا شايفين حخلصها بقى كلها بنفس الطريقة بنفس التقطيع على غير لما اخلص العجينة كلها وبعدين بقى تعالوا نشوف عنعمل ايه بصوا طلعت معي ما شاء الله الصينية على فكرة دي كبيرة يعني كيلو دي طلع معي حوالي تمنتاشر قرصة اه حجمها متوسط يعني تخيلي حسبي بقى انت تمنتاشر ريف لو عتنزلي تعملي في الفرن هيكلفك قد ايه لان ريف تقريبا بجيني ونص يعني زي ما انتوا شايفين بقى ودوت بكيلو دقيق بس دعالوا بقى نبدأ نفرده طبعا انا سيبته يرتاح شوية ودقت بقى اشتغل من اول واحدة عملتها فاهميني يعني اول واحدة انا قطعتها بعد ما ارتحت حبدأ بقى اشتغل كده افردها بالفرادة اللي عندي ديت او بالمردنة اي حاجة اللي تفضليها وبعد كده بقى نفضها من دقيق كده على ايدي وخلاص وعبدأ اشتغل بس انا يعني ايه حفرت حبة كده يعني كم واحدة كده وبعدين ابدأ احشيهم فاهميني يعني افرد اربعة ولا حاجة وبعدين احشيهم وبعدين ارجع افرد تاني لاني اكيد مش هيبقى عندي مكان اللي انا افرد كل الايه كلهم مع بعض يعني طبعا انا بداية كده من اول لما بدأت اشتغل فيهم خلاص وححشيهم شغلت الفرن على درجة حرارة امتين وعشرين عشان الفرن يسخن علشان كمان ما ينشف ليش العجينة تمام هنا بقى حشيد بقى اللحمة زي ما انتم شايفين بالطريقة دي هعمل حبة بقى بجبنة وحبة مش بجبنة يعني بصوا هنشكل زي ما احنا عايزين دلوقتي بس وهنا بقى هنا بقى قفلت بقى التاني عليها الوش حبة انت تعمليه بقى انصص يعني تعملي الواحد ما تقفل يعني ما تقفلهوش على ما تعمليش يعني يغيف على اتنين يعني حتشوفه دلوقتي معي الله اكبر الله زي ما انتم شايفين بقى انا عملت بقى رغيف واحد اللهم رغيفين فوق بعض وبعد كده بقى عملت ايه اللي هو انصص ده عايزة اواريكو بقى الايه القفلة بتاعت الرغيف بقفله ازاي بصوا انا مش بقفله اللي هو بجيب الاتنين على بعض بس لا انا بقفله بكني بعمل دفيرة يعني بلفه كده فوق بعض فوق بعض فوق بعض بيبقى شكله حلو ومش معجن يعني الحروف ما بتبقاش تخينة وحاولي وانت بتفريدي العجينة ما تبقاش ما تخنيش الرغيف بتاعك عشان كلما كانت اللقمة رفيعة كلما كانت احسن فاهميني يعني لما بتخلي القرصة بتاعتك تخينة او الرغيف تخين لا مش بيبقى حلو خالص بتلاقي فيه البابة كتير كده لا انت رفعيها على قد ما تقدر يعني في الوسط كده نمام هنا برضو حنعمل حبة كده هنا بقى انا فردت حبة كده وبعدين برضو ايه حاجة رحشيهم كلهم مع بعض حبدأ برضو حط اللحمة بس دول هعملهم زي ما انتو شايفين كده ايه انصص كده وزي ما انتو شايفين القفلة دي بتبقى شكلها حلو كمان ايه مش عايفة اقول لكم ايه بيبقى كمان مش مع الجينة كده غير لما بقفلهم فوق بعض ده كده اول ساق خلاص معي اعايز اقول لكم نسيت اقول لكم على الحاجة انا لغيف اللي بقفله الفنجال اللي جنبي ده حطه فيه مية فبحط بغطي الوش بحط ايدي كده او بفرشة انا مش لقي الفرشة بتاعتي مش عارفة قلبت الدنيا عليها مش لقيها فالمهم بحط ايدي كده فيها وبمسح الوش بتاع العجينة طب ده فايدته ايه فايدته اولا اللي يغيف عمره ما حيفك منك من رابع المستحيلات المية هتمسك هتأكد على القفلة بتاعتك تمام وفي نفس الوقت كمان هيطريلك اللقمة من فوق ومش هيخلي العيش من فوق يقشف فاهميني يعمل قشرة كده فاهميني دي بقى اساسي خالص في العيش باللحمة او لو عتغبز يعيش في الفرن تمام لازم رشة المية دي فوق الوش هنا بقى هنعمل برضو ايه لنبدأ بقى نعمل سجوء زي ما انتم شايفين اهو حطيت الحشوة وهحط عليه برضو جبنة وحقفله بقى ايه بالطريقة اللي انتم ايه شايفينها معايا دي شايفين حتى شكل اللي يغيف في القفلة دي شكله حلو ازاي حسي ليا ايه ضفيرة فوق بعضها كده يعني واذي بقى ايه المية اللي انا بقول لكم عليها هنا بقى هكمل برضو بنفس الفكرة سجوء او بقية الحشوة اللي عندي هكملها على طول بنفس الطريقة بس عايز اقول لكم بقى على حاجة بمجرد بقى لما بتدخلي الفرن ما تقلبهوش خالص يعني ما تجيش جنبه لغاية لما تلاقيه اخد اه يعني لون من تحت وبعد كده يبدأ يحمر من فوق خلاص لو لقتيه نشف معاكي في الفرن او العجينة نشفة حب تسمنة او حتة سمنة او حتة او نقطة زبدة صغيرة ومساحي وش العجين كده هتلاقيه بقى يرجع يلمع معاكي ويرد كده ويطرع وبمجرد لما بيطلع من الفرن غطيه بقى بفوطة نظيفة هتلاقيه بقى طالع ايه طري كده وفظيع وزي ما انتو شايفين اهو انا خلصت الكمية كلها وطالع من الفرن تحفة بجد طريقته حلوة قوي وكان طري جدا بيدوب كده في البق وطعمه حلوة قوي الطعم السمنة البلدي بس وما تنسونيش باللايك واشتراك والسلام عليكم